عشان كده يقول الكتاب فيها ايه؟ المغروسون في بيت الرب يزهرون في جوانب بيت إلنا لما الأب والأم يغرسوا ولادهم في بيت ربنا يبقى ولادهم دي تزهر يعني تتزاين بالفضاء المسيحية ويبقوا ما نخافش عليهم يقول ايه اللي بيحصل؟ ان في بعض من ولادنا وبناتنا بيضلوا ويسيوا حتى الحظيرة ويسيوا حتى الحظيرة لانهم ما تغلسوش في بيت ربنا ما تغلسوش فيهم كلمة ربنا ما دفعناهمش دفع العلاقة الحية مع الله فلما بيكبروش توم بيتحك عليهم يلعب بيهم ويدمرهم ويقوتهم للخطيئة والشر والدنس بيدمرهم عشان كده يا حبائي الكتاب مقدسة يقول رب الولد في طريقه فمتى الشاخ لا يحيد عنهم نربي ولادنا في طريق ربنا ولما يقبل مش هيحيد عن طريق ربنا لكن نسيبهم براحتهم في أهالي حريصة أنها تود ولدتها أحسن مدارس أجنبية وتعليمهم لغات ودوم دروس خصوصية وجبلهم أحسن لبسه وأحسن أكله وفنادق وحاجات ومارق مش وحش لكن اهتمامك بقى بعلقة ولادك بربنا إيه هتقول ربنا في اليوم الديلونة أما أنا وبيتي فنعبد الرب هقولك أنت كذب تذبوا عني يا ملعين إلى النار أبدي أنت سيبت ولادك يضيعه بأيديك سيبت ولادك يضيعه بأيديك مفيش رقابة مفيش اهتمام بأبديته مفيش اهتمام بحالتهم الروحية سيبينهم كده وحلت بذور رقاب تحت بند الحرية لكن الإنسان اللي بيربه ولاده في حضن ربنا في حضن الكنيسة يقدر يقول بفعول أما أنا وبيتي فنعبد الرب نقدر نعبد ربنا فعلا من القلب يا حبائي ويبقى ربنا موجود في وسط الأسرة ولو ربنا موجود في وسط الأسرة الأسرة دي ما نخافش عليها تبقى عيش في سلام دايما وفي محبة وفي أمان وفي فرح حقيقي وما فيش مشاكل ولو جات مشكلة بتتشال هو بياخدها عننا ويحلها يا حبائي علشان كده يقول إيه أكلته شاهدي مع عسلي شربته خمري مع لبني مهم جدا إن إحنا نحرس إن إحنا إحنا وولادنا نبقى مغرسين في بيت ربنا